وسهلا بكم أهلا وسهلا هذا الاستقبال أو اللقاء الثاني للحديث عن مؤسستكم ولكن للحديث أيضا عن هذه الظاهرة وهي الفساد التي تنخر المجتمع التونسي والمؤسسات داخل الدولة كأنها عثانا الله وإياكم سرطان يعربد في الجسد سوف نواصل بنفس العزيمة وبنفس القدرة وبنفس الإيمان للانتصار في هذه المعركة وهي معركة حياة أو موت أشكركم على جهودكم التي تبذلونها وتبذلونها بكل صدق بعيدا عن أي سياسة بعيدا عن أي حساب لا ندخل الحسابات السياسية في مقاومة الفساد وسوف نقضي عليه كما سوف نقضي على أسبابه إن شاء الله كما يقول المتنبه إن الجرحة ينفر بعد حين إذا كان البناء على فسادي وأن الماء يجري من جماد وأن النار تخرج من زلادي البناء لا يمكن أن يكون بناء على فساد وهؤلاء الفاسدون والفاسدات كثيرون وكثيرات لصوص ولكن اللص الذي يعمل في الداخل أو يعمل في الخارج كمن يسرق من بيت أبيه فلا أبوه يصفح عنه ولا اللص يكافئه عن سرقاته تونس تتوفر على أمكانيات ضخمة على ثروات ضخمة وعلى أموال كبيرة ولكنها دولة بين مجموعة من الأشخاص الفاسدين للأسف الذين يعتبرون الفسادة من إقراهات السياسة السياسة هي إدارة الشأن العام وليست فسادا كل يوم نسمع عن آلاف المليارات كل يوم في الأخبار في شريط الأنباء نسمع عن ملايين وسمعنا عن هذه الملايين منذ عشر سنوات ولكن النية لم تكن هي البحث عن استرجاع هذه الأموال للتونسيين والأموال التي نراها في بعض المناسبات تدل على أن تونس ليست فقيرة ولكن تمت تفقيرها باسم إصلاحا ومنذ عشرات السنين وأنا أسمع عن الإصلاح ولكن نسمع عن الإصلاح فقط في نشرات الأخبار أود أن أشكركم على سمودكم على صدقكم على ثباتكم ولن تجدوا مني إلا الدعم سوف نحارب ونحارب لأن الأمة التي لا تشترئ على الفساد لا مستقبل لها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر